بقايا بناية مدمرة وسط الغابات الاستوائية المطيرة تجهد على أهد المزدهر الصناعة في بداية القرن العشرين كانت جزر ساوتومي وبرينسيبي في خليج غينيا غنية بما لا يقل عن ثمانمائة مزرعة للبن والكاكاو ولكن عند استقلال البلاد من البورتغال في السبعينات قررت الدولة تأميم المزارع إلا أنها تدهورت بشكل سريع بسبب نقص الاستثمارات تحت الاستعمار كان الناس يعملون كثيرا اليوم في الواقع ننتج القليل جدا من الكاكاو فهناك نقص في الأدوات والياد العاملة التي ترعى الأشجار إنه أمر مؤسف على الحكومة منح المزرعة لشخص يريد زيادة الإنتاج على بواد ساعة واحدة على طول الساحل حول جاو كارلوس سيلفا واحدة من هذه الأراضي المهجورة إلى فندق ومطعم هذا الطهي الكبير والمشهور في الجزيرة بحصصه على شاشة التلفزيون يسعى لأن يكون رائدا للسياحة الزراعية في سان باولو الفكرة هي تحويل مزرعة استعمارية قديمة إلى مزرعة ثقافية بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة أعتقد أن ساوتومي تملك كل العوامل اللازمة لتطوير السياحة الزراعية المشروع بث الحياة من جديد في هذه الملكية ويمكن لمشاريع مماثلة أن تتطور بمساعدة مستثمرين من القطاع الخاص لكن للدولة التي لا تزال تملك موظم المزارع أولويات استثمار أخرى عندما يأتي السياح هنا نقدم لهم الخدمات التي تدر دخلا نحن بحاجة إلى تطوير كل هذا بنيتنا التحتية ومطاراتنا وغيرها هذا هو ما يجب علينا القيام به لتحسين المقاومات السياحية للبلاد في الوقت الراهن تظل المبادرات كتلك الجواوس الفاي استثنائية بينما تواصل الأراضي غزوها للمباني الاستعمارية القديمة